طلال بعد ابنك هذه اللي يتم ترويج اله من قبل نواب بالسلطة التشريعية يطلعون يعني على قضايا تبليط وغيرها هذه من مهامهم وشنو مو من حقه أصلا هذا هذا اللي يطلع حتي المفروض يتحاسب التبليط مو شغلته من قبل من يتحاسب يتحاسب من الجهة المسؤولة عنه إذا رئاسة البرلمان هي غايبة صار حشر تشغل بلد يقاد برئيس برلمان مزور وعمليات تجسوس وأخبار مريبة كيف يدار هذا البلد بالتالي عضو البرلمان مو من واجب يروح يوصل الكهرباء خمسة عمدة وهذا جاي يصير طبعا تجي الانتخابات اجي جاب لفر 15-20 عمود نصبهم ومد الكيبلات طمام عارل هتش عضو والله العظيم هتش عضو يحاول يستفز الناس يبتزه في الطريقة يوصل لهم تبليط وكهرباء بيام الانتخابات هذا عار على المجتمع وقدم خدمات بالشكل الصحيح الخدمات المناطبة بيك تشريع القوانين اليوم الناس بيأمس الحاجة إلى أصدار قانون العفو نعم عمي تدر المناشدات توصلنا أستاذنا العزيز نعم بالقرآن مناشدات تبكي السجون امتلأت أوجدو لكم ونتم تدرش قل جاي الصرفون على المساجين الآن مليارات الدولة تخسر مليارات يوميا والمسجون لا هو الماكل ولا هو المستفاد منها ولا هو المطلق سراحة هاتيش في مصيرة بالنتيجة خلصوا من عندهم اللي ما عنده شيء أطلعه على الأقل أحقق فد أمل للناس ويجبوا له قوانين تعباني خلوين الناس تتماطل بالشارع أستاذ طلال مو رح يسوون قانون عفو عام وهناك تخوف كبير من قبل المواطنين نحن خاف باشر عقبة هذا القانون يشمل درهابيين ونبتلي وليش 329 مشارع ما باستطاعتهم أن يجدون خطة لإخراج المظلومين والذين اطهدوا يقلك إحنا أستاذ طلال يقلك إحنا كأعضاء مجلس نواب تجينا توجيهات من قادة كتل وحزاب وتيارات سياسية هذا حجو أنا سماعت أكثر من مواطن الأغلبية يعني مع اعتزازنا واقترامنا لهم قاعدين إلا يجينا الأوردر نشيل دينا ما أجي الأوردر ما شلنا هو هذا واجب عظم مجلس النواب